لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار ليوم الاثنين السبع عشر من ربيع الأول لعام 1437 للهجرة الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر لعام 2015 للميلاد نقدمها لكم من موقع أنا السلافي استقبلت مستشفى أبو حمص العام أمس الأحد خمسينة الميذن بمدرسة بالقطر الابتدائية التابعة لمديرية أبو حمص في محافظة البحيرة بعد تعرضهم للإغماء وكدمات متفرقة بسبب التدافع أثناء الخروج للفسحة ومن جانبه تدخل الدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو حمص وإتكو لنقل الحالات الحرجة بين تلاميذ المدرسة الذين أصيبوا نتيجة التدافع لمستشفى دمنهور التعليمي وتواصل نائب النور مع وكيل وزارة الصحة في المحافظة لمتابعة الحالات خاصة الحالات الحرجة منهم وطمأنت أولياء الأمور على صحة أبنائهم وطلب رشاد بالتحقيق في أسباب التدافع وتحويل المسؤولين إلى الجهات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم حرصا على سلامة التلاميذ خاصة أنهم في سن صغيرة وقام رشاد بزيارة صباح اليوم إلى المدرسة استكمل النائب جولته فيها مع مدير الإدارة بأبو حمص لبحث احتياجات المدرسة وما يستطيع أن يفعله النائب لخدمة التلاميذ كما قام بجولة داخل شوارع بالقطر الشرقية وبرفقة رئيس مجلس القرية ولبحث المشكلة التي تؤرق تلاميذ المدرسة وهي مشكلة الصرف الصحي الذي لم يستكمل بعد وتحدث رئيس مجلس القرية بأنه يحتاج إلى لوادر وغليدر من مجلس مدينة أبو حمص وقام النائب فور علمه بالمطلوب بالاتصال برئيس مجلس مدينة أبو حمص المهندس خالد عمارة ووعد بأنه سيرسل الآلات المطلوبة لمجلس القرية وقام عضو مجلس النواب عن حزب النور بمركز أبو حمص وإتكو وبرفقته السيد شعيب سكرتير الحزب والقائم بعمل أمين الحزب بأبو حمص بزيارة إلى شركة ناتجاس والتقي المهندس أشرف محمد عياد مدير إدارة الشركة الوطنية للغاز فرع أبو حمص وتم خلال اللقاء مناقشة العقبات التي تواجه الشركة في منطقة أبو حمص حصل الدكتور محمد إسماعيل جل الله عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ على درجة الإجازة العليا الدكتوراه بتقدير جيد جدا في علوم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر وكانت الرسالة بعنوان علل الإمام بن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري دراسة حديثية شيعت جماهير الشعب الفلسطيني مساء أمس جثامين خمسة قتلى فلسطينيين من سلفيت والخليل وبيت لحم شمال الضفة الغربية وجنوبها عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عنها أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 32 شخصا قتلوا وأصيب 90 أخرون في انفجارين بمدينة حمص السورية اليوم الاثنين طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جامعة الدول العربية في مذكرة قدمها وفد من الائتلاف برئاسة هيثم المالح مسؤول اللجنة القانونية خلال استقبال الدكتور نبيل العربية الأمين العام للجامعة له أمس الأحد بمقر الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية حول سوريا قصف الطائرات دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح في صنعاء فجر اليوم الاثنين وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة ديلمي الجوية بالقرب من مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة اتهم الرئيس التركي راجب طيب أردغان إيران بتبني سياسات طائفية في سوريا عبر دعمها لبشار الأسد واتهم أردغان كل من إيران وروسيا وتنظيم داعش والمخاتلين السوريين الأكراد بقتل الأبرياء بدون رحمة في سوريا حذرت السلطات الفرنسية المظاهرات في أجزاء من مدينة أجاكسيو عاصمة جزيرة كورسيكا في أعقاب يومين من الاحتجاجات المعادية للعرب والتوترات الطائفية أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة وقوع انفجار بمنطقة فيصل بجوار محطة وقود الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وصف المستشار هشام جينينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هجوم بعض وسائل الإعلام عليه بالعواء وأكدا أن الجهاز يتبع الطرق المثلى في التدقيق المستندي وكشف الفساد وقال جينينة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج منشت المذاع على قناة أون تيفي إن الفساد في مصر ليست مشكلته ولا مشكلة رئيس الجمهورية موضحا أن الفساد متعمق ومتواغل في الدولة وأن الدولة متراخية في مواجهة الفساد أكرى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية السابق أن المحليات مليئة فساد للركب على حد تعبيره قائلا أنا في قمة الطمأنينة والسعادة وأديت ما علي واجتهدت بما يرضي الله وأحترم تماما القرار السياسي برحيلي قطع اليوم أهالي مركز الحامول المداخل المؤدية للمدينة بسبب مقتل شاب على يد شرطي وتعود القضية إلى فجر اليوم حيث تعد عليه رقيب شرطة وأطلق عليه الرصاص أثناء المشدة التي وقعت بينهم نتيجة تصادم مرآة سيارته مع مرآة السيارة التي كان يستقلها الشاب نظمت نقابة المحامين بضميات وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام محكمة شطا بمركز ضميات احتجاجا على فرض المستشار السيد حامد رئيس محكمة ضميات الابتدائية رسوما تحمل المواطن والمحامي أعباء دون سند من قانون وبالمخالفة للقانون واتخاذ العديد من الإجراءات التي تعرقل العمل أمام المحامين نظم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم اليوم الاثنين مسيرة حاشدة انطلقت من أمام بوابات الشركة وجابت شارعي جمال عبد الناصر والجلاء البحري ردا على ما أسموه بتجاهل الشركة القابضة لمطالبهم مع دخول إضرابهم عن العمل أسبوعه الثالث قامت مديرية أمن مطروح بإزالة 56 منزلا ومحلا وسور مباني بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون على أراضي مملوكة للدولة وغلق فندق سياحي شهير بالساحل الشمالي وذلك في إطار حملات أمنية مكبرة لإزالة المخالفات قال السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية إنه أصدر قرارا بإحالة 40 مديرا لقسم المتابعة بالإدارة إلى التحقيق اليوم الاثنين بسبب وجود ثلاث مدارس خالية تماما من الطلاب وهي ابن خلدون وجمال الدين الأفغاني وطه حسين وجميعهم مدارس ابتدائية ببنها قال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الموجود إن مباحثات اليوم الأول لاجتماع السوداسي لسد النهضة سادت خلاله روح إيجابية وإصرار على الخروج بنتائج ترضي كافة الأطراف وأضاف أن الوفد المصري طالب أن يكون ما تم الاتفاق عليه خلال أمس سريا ولا يتم الإعلان عنه لوسائل الإعلام وهو ما صدق عليه وفدي السودان وإثيوبيا تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي حفل عقد زواج الأخ عبد الله محمد عبد المحسن على ابنة الشيخ جمال برهامي المحاضرتان الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من سلسلة تفسير سورة الفتح وكفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب من سلسلة كتاب الفوائد فضيلة الشيخ ياسر برهامي أثر الصديق على الإنسان الشيخ محمود عبد الحميد المحاضرتان الثالثة والرابعة من سلسلة تفسير سورة الأحزاب الشيخ سعيد السواح في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات من سلسلة العقيدة التحاوية الشيخ سعيد محمود باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى اثنان من سلسلة كتاب الإيمان من المنهل الروي الشيخ أحمد نصر تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي العمل البنائي العلمي والتربوي كتبه ياسر برهامي ثقافة التبرير كتبه مصطفى دياب تفرغ المحاضرة الثامنة من سلسلة الولاء والبراء المهندس عبد المنعم الشحات ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي هل كان الإمام البخاري رحمه الله أعمى ماذا ينبغي على من وجد كنزا في بيته أو أرضه حكم صلة الرحم للقريب الكافر من أحكام النظر أول مرة لمن أراد خطبتها هل هناك فرق بين أوجه البر والصدقات انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة